قبل ما نستقبل كابتن أحمد سلاح حسني ويجي نور معنا الستوديو خلينا نبدأ في شوية جد نكلمكم عن موضوع الحقيقة هو جد جد ومهم جدا والفكرة أنا بشوفها فكرة ذكية قوي 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 وإحنا في أمس الحاجة لها في مصر لأنه العالم كله رايح في حتة مخيفة فكرة إن إحنا ننشئ المجلس القومي للوعي المجلس القومي الوعي ده خليني أبدأ معكم قصة من قبل بشوية إحنا السنين اللي فاتت سنين طويلة من يمكن عشرين، تلاتين، أربعين سنة لما نتكلم عن حاجات ليه علاقة بالفكر والثقافة وحروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس والفكر الجمعي ونقولك إيه؟ تلاقي ناس يقولك إيه؟ يا عم دي أفكار وكلامي تكلمه في المثقفين نخبة، نخبة، المثقفين، السياسيين، المرفاهين إحنا بندور على لقمة العيش إحنا عايزين نجري نأكل عيال ونصرف على عيال فدي مش رفاهية عندنا إحنا معناش وقت الكلام ده فبدأنا يعني نهمل الفكرة دي نهمل فكرة الوعي ونهمل فكرة التربية الحقيقية وإن إحنا نزرع أفكار معينة نقولك الدنيا حتربيهم، المدرسة حتربيهم، التجارب حتربيهم والحقيقة إنه نتج عنده جيل غريب عندنا ولاد مش شبهنا عندهم أفكار ما تشبهش أهليهم عندهم توجهات مش شبه أهليهم عندهم ثقافة وطريق التفكير مختلفة تماماً وهنا حصلت المشكلة هنا حسينا إن إحنا رايحين في حتة مخيفة ومرعبة وهنا كان لازم الدولة توقف بوعي جديد وزكاء شديد وحسم جديد وتعمل ما يسمى بالمجلس القومي للوعي مجلس القومي للوعي هو فكرة إن شاء الله سوف تنفذ قريباً الهدف منه هو تكوين الفكر الجمعي للمجتمع المصري هو تصحيح مصاري الأفكار والقيم والحاجات اللي بتأصل العالم بقى قد كده فكل فكرة بره شز غريبة عنك بتيجي هنا وبتلاقي مين يستقبلها ومين يحتضنها الآن إنتي قربتي أكتر لجزء هام جداً في اللي إحنا بنتكلم فيه وهو علاقتنا بولادنا وعلاقتنا بالأجيال اللي بعد كده وعلاقة ولادنا بينا وهم إلى أي حد شاربين قيم المجتمع ده ومتربيين على المجتمع ده وأفكاره ترجمة نانسي قنقر